صباح الخير على كل الناس اللي صحي وادري بتشوفنا نهاردة في نهارك سعيد صباح الفل على كل الناس نهاردة ان شاء الله يكون معانا مجموعة مختلفة ومتنوعة من الفقرات الاجتماعية والسياسية وطبعا مش قادر أقول لكم الجو نهاردة فعلا برد جدا يمكن أول يوم فعلا برد قوي والاختبار الحقيقي هو الخروج من السرير كان اختبار فضيئ الصمود صباح الخير مرة تانية على كل اللي بيتابعونا كالعادة بنكون معاكم من الساعة 9 لساعة 11 على مدار ساعتين فقرات كتير بنحاول نغطي بيها معظم الأحداث والطبعا كان لازم نبتدي بجو النهاردة شكل وي كان عايدة بنبتدي بفقرة الصحافة معاكم متابعة لأهم منشطات الصحف اليومية هيكون معانا فيها الكاتب الصحفي وستاذ الحسين يحيى علي هنتكلم عن البرلمان والمجالس المحلية ومقاعد المجالس المحلية أكثر للمفترض ان الانتخابات فيها تتم الفترة اللي احنا فيها دلوقتي مع المحالل السياسي ورئيس حزب الأحرار المستشار متحد نجيب صفحة جديدة على الفيسبوك وبعنوان فنان مش مشهور الصفحة دي في الفترة اللي فاتت كفي تركيز كبير جدا عليها وتشهرت بشكل كبير خدت شارس كتيرة جدا الحقيقة انه الأفضل ما في الصفحة ان دخل عليها مواهب كتيرة جدا حقيقة بتحاول انها تثبت نفسها عن طريق الفيسبوك هيكون معانا النهاردة مؤسس المبادرة أو مؤسس الصفحة محمد سعيد وعمر بغداتي أيهم أنجح هل هو زواج العقل ولا القلب يعني كتير بيبقى عنده أسئلة خص الموضوع ده فهنتكلم في الموضوع ده مع الدكتور عاد المدني هو أستاذ الطب النفسي في جامعة الأزهر وان شاء الله نلاقي أجوبة كتيرة عنده على الموضوع ده كلمنا أكتر من مرة على جايزة سويرس الثقافية في مختلف مجرات الأدب وكان معانا الحلقة اللي فاتت أحد الفائزين بالجايزة النهاردة كمان هيكون معانا أحد الفائزين بالجايزة تحديدا في مجال كبار الكتاب وحنتكلم عن رواية باب الليل وكمان هيكون معانا فيها الكاتب الصحفي أستاذ وحيد الطويلة طيب مشاهدينها بعدما سردنا لحضراتكم فقراتنا النهاردة هنروح لأول فاصل ونرجع مرة تانية نستقبل فقرة الصحافة ومعين اشتركوا في القناة